السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي قناة يوسف تيك برو في فيديو جديد بالنسبة لهذا الفيديو هذا فهو حول إدعاء مرتزقة البوليزاريو على أنه مشنو واحد لقصف مدفعي عنيف على معبر القرقيرات فما زال الإعلام الجزائري المسخر لأجل خدمة أكاديب جبهة البوليزاريو الانفصالية ما زال تواصل تصويق الوهم والخرافات التي تجعل من الإشاعات والصور المفبركة قاعدة أساسية في العمل ذياله وفي آخر الإبتكارات ذي الأعداء الوحدة الترابية للمملكة كانت هي الصور هذه اللي تنشره اليوم واللي تتوطق الدخان كاتيف منبعث من بعبر القرقيرات واللي ادعت فيه جبهة البوليزاريو وكذلك الإعلام الجزائري اللي مستخر من أجل خدمة هذا أعداء الوطن دعوا فيه لأنه هو النتيجة عن القصف مدفعي عنيف الذي شنته مرتزقة البوليزاريو في الساعات الماضية بينما الأمر ماشي شي حاجة وإنما هذه الدخانة داره منبعث من إحراق السلطات المحلية للمتلاشيات وكذلك السيارات القديمة المتخلى عنها منذ سنوات بالمعبر بهدف تطهير دياله وكذلك إعادة تأهيل دياله وباش أنها تجعله في أحسن حلة وبالنسبة الإدعاء ديال المرتزقة البوليزاريو على أنه نتيجة قصف مدفعي عنيف هذا الشي يرى مجرد أكاديب وكذلك تسويق الوهم وراها كذلك كما شورها بعتها المينورس وكذلك أكدت بالطور دياله على أنه الشبكات بين المغرب والبوليزاريو طيلت هذه الأيام الماضية قالوا أنه لم تعدادش مناوشات بالأسلحة الخفيفة وكانوا عن بعد وفقط في بعض المناطق المتخيمة للجدار الأمني هذا الشي هو لي كان وأما بخصوص الإدعاء على أنه نتيجة القصف المدفعي العنف فراه هذا الشي مجرد تسويق للوهم وراه كاملين عارفين أنه الصحافة الجزائرية ولو تلتاج المثل هذا التسويق الوهمي فكما شورها مؤخرا راه كانوا عشاني أنهم تقولوهم وكذلك معاهم ذاك المرتزق أراضي الليلي كانوا قالوا على أنه مدينة صمارة المغربية راتت عيش تحت رحم قصف عنيف وأن قوات البوليزاريو باتت في محيط المدينة وقد دخلها في خضون ساعات وهذا الشي رأى أثار الصخرية ديال العالم كامل وكما قلت لكم هذه الإدعاءات هذو كاملين فهو ما رأيها مكينينش والحقيقة هو أنه الدخل هذا تسبب في إحرق السلطات المغربية المتلاشية وكذلك السيارات القديمة المتخلى عنها منذ سنوات بالمعبر بهدف تطهير دياله كذلك إعادة تأهيل وكذلك أنها تجعله في أحسن حلاء هذا شي هو لكي وهذا شي هو أهم ما جاء في هذا الفيديو فإلى عجبك الفيديو ما تنساش ديالي جيم كذلك تخلينا شي تعليق تحفيزي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته